نقاش مجلس بلدي الشمالية حيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي الشمالية حيث تم البحث عن أبرز السبل التي سيتم من خلالها تحديد العاملين في هذا المجال لما يتنسب مع الاشتراطات الصحية التي سنها القانون الجديد شرفنا اليوم بالاجتماع بالمجلس البلدي الشمالي لمناقشة موضوع جدا هام بصراحة جاء كام مبادرة منهم وهو تنظيم عمل المحجمين الشعبيين طبعا استعرضنا مع المجلس أنه عندنا قرار صادر على المجلس الأعلى هو قرار رقم 33 ينظم اشتراطات الطب البديل وصادر فيه المواصفات والمعايير المطلوبة في أي شخص يقوم بعمليات الحجامة باعتباره نوع من أنواع الطب البديل ولكن هذه الاشتراطات لها اشتراطات خاصة بأن يكون الشخص اللي يمارس الحجامة حاصل على شهادة وداخل دورات تدريبية ولكن للأسف نجد أن كثير من الناس تتعامل مع ناس يمارسون الحجامة بدون التأكد من أنه حاصل على هاي المؤهلات لذلك احنا طبعا في قرار تنظيم الطب البديل لا يشمل تنظيم الطب الشعبي واللي يمارس الحجامة لازم يكون عنده شهادات ودورات من معسسات معترف فيها لذلك احنا قلنا كحل وسط عشان نضمن سلامة المواطن والمقيم أن احنا نحتوي هؤلاء المحجمين الشعبيين ونشوف شين المهارات واللي موجودة عندهم كما استعرض المجلس مؤشر الإنجاز في قسم تنمية القرى والمدن والإشكاليات التي تسببت في عرقلة المشروع وطالب الجهات المعنية بضرورة الإسراع في وطيرة الإجراءات المتبعة في تنفيذ برنامج الصيانة طبعا استعرضنا اليوم في الاجتماع الاعتياري مؤشر الإنجاز في قسم تنمية المدن والقرى واستعرضنا طبعا وبينا ووضحنا أن يسير المشروع بوتيرة بطيئة غياسا بالسنوات السابقة من جانب آخر بحث المجلس موضوع الوحدات السكنية المهجورة والمؤجرة والمخالفة لأنظمة وقوانين وزارة الإسكان مؤكدا في الوقت ذاته على أن متابعة هذا الموضوع قد يساهم في حل مشكلة الإسكان لو تمت معالجتها بالشكل الصحيح خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر